أو أنت تمشي كلامك علي أو تحديات يعني كلام كتير جدا بس تعالوا نروح ونطير ونشوف آخر الاستعدادات الخاصة بالنادي الأهل والفريق الأول من خلال الزميل العزيز المراسل فاروه صلاح فاروه برحب لك حبيبي تحياتي بك يا عمر وكل مشاهدي من تباية شاشة وقناة النجل أهلي في كل مكان طمنا آخر الأخبار يا حبيبي خلينا أنك عمر حالة من الجانسية الفلنية والفارح معنا ويلد العزيز المجل الأهلي المجل الأهلي معارضة استقنف مرامج 8 ساعة الرابعة أعكد الراحل لتريق الجهاز الفني يجيها للتريق خلال أمس بدأ لتريق مرامج 8 ساعة الرابعة مستر ريني فيلر والجهاز الفني وكيف انتار عبد الحقيقي يجتمع مع العدين في مقصف الملعب بعض التعليمات والملاحظات يجيها الجهاز الفني للعجين من أجل إنها في استكمال المشيور القادم صلق المرامج لما بدأ مستر طماث طبعا يا عمر نهاردة المرامج اطفع عليه وشاد عليه الحالة البدنية كل تركيز على النواحل البدنية للعجين مع مستر طماث كان منه هناك بعض الأحاديث الجانبية مبيني الكابت الحرير عبد الحفيز ومستر ريني فيلر وبعض التعليمات من مستر ريني فيلر لبعض اللعبين محمد بحمود وواليد أزارو وصالح بمع وبعض اللعبين في المبلالي تركز مستر ريني فيلر كحديثه أيضا مع مستر طماث على بعض الأمور في الجانب البدن عند بعض اللعبين من أجل تهيئة اللعبين ديودر مولا يا عمر أن كل اللعبين في حالة تجاهزية بدنية مران تقول يعني كادوا في الحالة البدنية والتركيز على النواحل البدنية خلينا تمنك على شفك تاني وهو شفك مهيدة المصابين نهاردة عمر تريد نزد بدأ مرحلة اللي هي المساهيل الأخيرة جاري حول الملعب مع محمود متولي ومروان مستن محمود متولي يتقدر طول خلال أيام القليلة القادمة يكون إن شاء الله موجود ويشارك مع اللعبين والفريق في التمرينات المجتمعية وكريم نزد خلطي زي ما قلنا المرحلة الأخيرة من مرحلة تجهيز والتأهيل خطة بكريم نزد خلطي يختتم هذا الأمر النهاردة جاري حول الملعب ثم بعض التمرينات في الكرة تمرينات خفيفة بالنسبة لمروان مستن عمر نزد المروان جاج لكن في انتظار واقع الوجهة أو القناع اللي إن شاء الله هيكون موجود خلال الفترة القادمة هيكون أيضا مروان مستن بعد الحصول والحصول على القناع وواقع الوجهة هيكون جاهز أيضا بالمشاركة مع النادر أهلي عبر طيب يعني فاروق أنت تتكلمت في كل شيء أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا بالنسبة لإستعداد النادر أهلي اللي جاي هل هي اللعيبة روح اللي بينها وبين بعض هل هي اللعيبة وعي كل الوعي أنه عندها مباراة مهمة جدا أمام نادية الزمالك المباراة اللي جاية وده يعني أكيد اللعيبة شافت وحست وقربت أكتر من خلال البيان اللي طلع نادر الأهلي وأكيد الرؤية تم نقلها من خلال كابتن سعر الحفيز أن المباراة اللي جاية مش الجونة المباراة اللي جاية الزمالك ده تبقى للوايح والقوانين وتبقى لجدول الدوري المصر الممتاز حالة نفسية بين العيبة بينها وبين بعض هل حالة التزبزب اللي موجودة في الكرة المصرية مؤثرة على اللعيبة وإلا أنت شايف من خلال وجودك وقربك من لعيبة الفريل أول أن الأمور ماشي بشكل عادي جدا بالنسبة لهم كل شيء يعني هما مستعدين ليه مباراة في الدوري أهلي الزمالك أو الجونة أو حتى مباراة في أفريقي هل تشايف أن الأمور مستقرة بشكل كبير الحمد لله لا خلينا أصمرك أكثر برضو يا عمر هنقول حالة التزبزب الموجودة وتضارف القرارات خارج النفاق الناد الأهلي وفي الحد الثورة وفي القرارات منخفلة تماما تماما عن طريق الناد الأهلي وعلى سعداد وليه اللقاء القادم للقاء الزمالك اللقاء القادم في يعني سفهمة التشيز الجهاز الفني مع اللقاء القادم سوصل تماما حالة التضارب والتزبزب الموجودة في القرارات الخاصة بمعايير النفاقات الخاصة بالمجنة بتدير حاج المصري في القرارة القدم سوف نتابع بحفظه مثل رينيو بويلر موظفرين للقادم الجو المناسب أو الجو المنائم للتعباد للمغرات المعينة مركزة جدا يعني لكذا المرامل هنالي النهاردة مش هيختلف عن الثمائين اللي فاتك في الأيام الماضية لا هي حالة التركيز الموجودة الروح المعنوية الاتفاق استقع عند اللعبين بتشوفي استقع على وجوه لعيب الندلاء عن المعلول ورمضان صبحي حرافة المرمى الشيناوي وشريك إخرام وعلي لطفي عضي وليد أذارو صنح محمد محمود أفشي حمد فتحك كل اللعبين بلاسناء تركيز كام يعني صدر طيل هي حالة ثقة موجودة عند اللعبين والتركيز مستمرة في المدلاء دي مش يعني هنا دورنا يقول لا مفيش أي تأثير للتضارب الخارجي على الفريق لا الفريق مستعب بكل اللعبين جايزين تمزال هم مباراة الزمال المباراة زي أي مباراة الدوري الفريق يستعب لها العبين برضو اللعبة ستركيزها لمشوار الافريقي مشوار الزوري كلها أمور عمر اللعبة مركزة فيها أعتقد أن ليش مفيش أي تأثير للحالة في التذبط الخارجية في قرار اتحاد القرى على اللعبين تماما دا كان كلام مهم جدا يا فروب أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معي الزميل العزيز فروب صلاح من الاستعدادات أو حتى المصابين مع عودة كريم ندفد أكيد إن شاء الله تكون مرحلة مهمة جدا ومرحلة جديدة ويقدر أنه يرجع تاني وينور مع زماية رجال ملعب يتقلق من جديد وربنا يكفي دايما ويحميه من شر الإصابات دا كان جزء خاص بالفريق الأول تعالوا نروح الفاصل علشان نرجع بعدها نستقبل الكابتن أحمد أبو مسلم في أولى فقراتنا الحوارية من الأهل الليلة ونسأله ونشوف رأيه في آخر الأحداث والأخبار ورأيه أكيد في تزرزب الكرة المصرية خليكم معنا ولكن بعد الفصل